بل الله أكبر صوت الرحمة ونداء الطمأنينة يريد له الصهينة أن يسكت ليكملوا كما يظنون ما بدأه من محاولات تغيير الهوية وفرض الأمر الواقع في القدس العربية المحتلة بل ويرونه قريباً بينما يؤكد أهل الأرض الذين امتدت جذورهم فيها آلف سنين أنه المستحيل بعينها الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات عدت مساعي إسكة مآذن مساجد القدس المحتلة جريمة خطرة وجديدة ضد المقدسات مؤكدة أن الأذان الواحد من السمات المميزة للمدينة يصدح بها كل مسجد وفي مقدمتها الأقصى الأمين العام للهيئة حن عيسى حذر من عواقب هذا القانون العنصري وما له من أثر في زيادة التوتر والاحتقان وأكد سعي السلطات الاحتلال وبشتى الوسائل والأساليب لتغيير الطابع العام للمدينة وصبغها بمعالم غريبة عن عروبتها الإسلامية والمسيحية من خلال بناء الكنس والحدائق التلمودية والبؤر السيطانية لتصير القدس لليهود دون غيرهم اللجنة الوزارية للاحتلال كانت أقرت مشروع قانون يهدف لإسكات مأذن القدس ومناطق الخط الأخضر عكف على تنفيذه رئيس بلدية الاحتلال في القدس المعروف بتطروفه بعد أقل من شهرين على انتخابها عقب توصية لجنة حكومية بمنح الشرطة صلاحيات اقتحام المساجد والسلاء على مكبرات الصوت والسماح لشرطة الاحتلال باستدعاء المؤذنين واتخاذ إجراءات ضدهما في حال رفع الأذن لن تسكت المآذن يقول الفلسطينيون وأحرار العالم مقابل ضجد عال للاحتلال يسعى لتغييب الإنسان ومحو الأرض والهوية لكن هل ستبقى القدس منتصرة أو حتى عربية إن بقيت تقاوم وحدها لا إله إلا الله اشتركوا في القناة